مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الأول الدرس السابع عنوان الدرس لحظات محرجة قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيج الفيسبوك الأستاذ طاح سين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس لحظات محرجة بالبداية يقول لي انظر إلى هذه الصور من طين صورتي وحاول أن تتخيل أو تخمن القصة من خلال هذه الصور هذا مجرد نشاط صفي اليوم سنختصر بالكلام لأن لدينا هواي مواضيع قواعدية على مدى ما تطول وقت الحلقة فالفقرة الأولى يقول لي حاول أن تتفكر بالقصة وتتخيل عن شنو تحتي من خلال هذه الصورة وراها يقول لي read the sentences اقرأ الجمل منطين القصة على شكل جمل لكن جمل مباثرة يقول لي حاول أن نترتب هذه الجمل بالترتيب كذلك اختصرنا رتبناها بالترتيب ورح نرجى نقرأ القصة عن ودن فهمها ونعرف شين ترتيبها الصحيح بالبداية يقول لي القصة طبعا هو منطين قصتين القصة ليز إيلان وقصة ويندي هيل القصة الأولى شا تقول تقول one day في يوم ما last week من الأسبوع الماضي my mom and I أنا وأمي were out كنا في الخارج shopping in a town نتسوق في المدينة هاي الجملة الأولى شوفوا الجملة الثانية حسب ترتيب الأحداث القصة وين الجملة الثانية هي حرف F شا تقول تقول we were looking for presents كنا نبحث عن هدية for my uncle لعمي so we went to a gift shop لذلك ذهبنا إلى محل هدايا النقطة الثالثة أو الجملة الثالثة my mom saw a really nice mug أمي رأت كوب لطيف جدا on the shelf على الرف وراهش قالت قالت that's nice هذا لطيف هذا الكوب لطيف she said قالت your uncle will like that أمكي سوف يحب هذا هذا الكوب he drinks lots of tea إنه يشرب الكثير من الشاي وراها بالترتيب I picked it up أنا التقطت أخذت هذا الكوب to look at the price لكي أنظر إلى السعر and split hot coffee all over my dress وسكبت كل القهوة الموجودة فيه على فستاني وراهش قالت it was a shop assistant's own mug لقد كان الكوب الخاص بصانع المحل I was so embarrassed لقد كنت محرج جدا that I nearly died كنت أن أموت من كثر الإحراج هذه القصة الأولى القصة الثانية همنا نفس الطريقة همنا جمع المباثرة يطلب من عندي نرتبهن أنا مرتبهن لذلك رح أقراهن بالترتيب الصحيح أنا مجرد نفهم القصة أولا يقول لي last week السبوع الماضي my dad took my sister and me to the museum أبي أخذني أنا وأختي إلى المتحب الجملة الثانية we were looking at old car كنا ننظر على سيارة قديمة and I wanted to ask that something وأردت أن أسأل أبي شيء معين I turned round التففت but he wasn't there لكنه لم يكن موجودا هناك وراها Dad Dad I shouted صرخت بأعلى صوتي أبي أبي I was worried لقد كنت قلقة suddenly I saw him and run towards him فجأة رأيته ركضت باتجاه Bang هنا استدمت استدمت بيمن بمرأة كبيرة I still have black eye يعني لا زالت عيني متورمة أو لونها أسود من كثرة ضربة I feel embarrassed شعرت بالإحراج Every time I go out كل مرة أذهب للخارج فيها أشعر بالإحراج أو أذكر الموقف وأشعر أني محرجة لأن هي من شافت أبوها ركضت باتجاهها وما شافت المرأة أو الجامة فارتطمت بيها وعينها ورمت هذا ما يخزنا من القصة مجرد نشاط صفي للقراءة ولترتيب أحداث القصة مثل ما طلب من عندي هذا الترتيب أمامكم تقدرون تنقله بالكتاب خاف الأستاذ يطلب منكم بداخل الصف كتحضير يومي هذا ما يخز كتاب الطالب الآن ننتقل إلى موضوع جدا جدا مهم اللي هو زمن الماضي البسيط شنه هو الماضي البسيط؟ طبعا الماضي البسيط أحنا ما أخذهه بالسادس التدائي وبالأول المتوسط شنه هو الماضي البسيط؟ الماضي البسيط هو حدث وقع وانتهى في زمن الماضي شنه يعني استاذ حدث وقع وانتهى في الماضي؟ يعني مثلا البارحة آني زرت جدي شنه أقول هذا حدث في الماضي؟ أقول I visited visited Zara my grand father لقد زرت جدي أقدر أقول كمثال yesterday البارحة حدث وقع وانتهى في الماضي أو أقول علي ذهب إلى السينما الأسبوع الماضي أقول علي went to the cinema علي ذهب إلى السينما last week الأسبوع الماضي همنا حدث وقع وانتهى في الماضي والظروف الدلائل التي تأتي مع هذا الزمن هي last yesterday ago مثل ما تعودنا سابقا أنا شلون أعرف أن هذه الجملة ماضي بسيط أو مضارع بسيط ماضي مستمر أو مضارع مستمر كل زمن بيدلائل الدلعلي فالدلائل اللي من خلالها أعرف أن هذه الجملة ماضي البسيط هي ذنة الدلائل الثلاثة اللي هنشلنا yesterday البارحة last last معناها الماضي last week الأسبوع الماضي last month الشهر الماضي last year السنة الماضية إلى آخره will I go الثلاثة معناها مضت مثلا two days ago قبل يومين مضت three years ago قبل ثلاث سنين مضت وهكذا هذني إذا شفتهم بالجملة أقول الجملة ماضي بسيط حسنا عرفنا شلون نحدد زمن الجملة وراها شي يقول لي يقول لي هناك نوعان من الأفعال عند تحويلها لصيغة الماضي إذا لاحظت بالمثال لأنني لطيتهم I visited my grandfather شون عرفت هذا فعل ماضي B E D واحد يرفع يدي يقول لستاذ هذا B E D لذلك هو ماضي إذن النوع الأول من الأفعال أضيف ل D أو E D كمثال play يلعب هذا مضارع شون أسوي ماضي أضيف ل E D played لعبه صار ماضي لكن بعض الأفعال ما أضيف لهم E D وإنما تتحول جذريا مثل الفعل went went ذهب الماضي ما شنو ما القو قو يذهب هذا مضارع الماضي مات ونت ما أضيف ل E D وإنما يكون شاذ إذن نوعان من الأفعال الأفعال القياسية هي التي نضيف لها D أو E D والأفعال الغير قياسية ولنسميها الشاذة التي يتغير شكلها تماما عند تحويلها للماضي هذا أنه كلنا ملاحظات أخذناها بالأول متوسط لذلك إحنا رح نجي نتعرف اليوم على القاعدة اللي هي الأهم شنو القاعدة اللي اتبعها عند تحويل الجملة إلى الماضي قاعدة الماضي تقول فاعل الفاعل قد يكون اسم علي مناسوها إلى آخره أو قد يكون ضمير هي شيئت إلى آخره زائدا فاعل ركزوا إيايا فاعل ماضي أوقف استاذ يعني شنو فاعل ماضي وضحنا الفاعل الماضي أما اللي نضيف لأيدي إذا كان قياسي أو شاذ مثل زائدا تكملة الجملة هذه القاعدة في حالة المثبت يعني كمثال قال لي هدى ورق هارد يستردي أش قال لي كمثال بين قوسين قال لي correct شنو يعني correct صحة ساططها زائع قالت جملة لازم أعرفها بيا زمن هاي جملة بيا زمن جملة بزمن الماضي استاذ شون عرفت لقيت كلمة يستردي قلنا إذا لقينا كلمة يستردي معناها الجملة بالماضي جيد لحد الآن عرفنا الجملة بالماضي زيان شنو تقول قاعدة الماضي تقول فاعل شنو الفاعل؟ الفاعل هدى انزل هدى زاعدا فعل ماضي الورك فعل مضارع شون حوله ماضي؟ هذا قياسي مجرد اضيف لأيدي وورك صير ووركت زاعدا التكملة شنو تكملت الجملة؟ هارد يستردي هدى عملت بجد البارحة حدث وقع وانتهى في الماضي مجرد صححت الفعل بعد مثال آخر ليلى go to the park last night ليلى ذهبت الى المتنزه الليلة الماضية اوقف الجملة بها زمن زمن الماضي شلون عرفت؟ لقيت last اذا لقيت last مثل ما وضحنا الجملة بزمن الماضي شن تقول قاعة الماضي؟ تقول فاعل شنو الفاعل؟ الفاعل ليلى زاعدا فعل ماضي القو اضيف لأيدي لاستاذ هذا شاذ شرح يتحول؟ رح يتحول went ليلى went فاعل زاعد فعل ماضي زاعدا التكملة شتقول التكملة؟ to the park منانا to the park last night to the park last night ليلة ذهبت الى المتنزه الليلة الماضية هذا ما يخص قاعة المثبت حاول تحفظون هاي القاعدة قبل ما ننتقل لقاعدة النفي والاستفهام الآن هسا شغلتين لدك تحفظهم اولا الجملة شون عرفها ماضي؟ اذا لقيت yesterday معناها البارحة و last معناها الماضي و ago معناها ماضت هاي شغلة الأولى اللي أريدكم تحفظوها الشغلة الثانية الفعل الماضي نوعا اما يحمل ايدي او يكون فعلا شاذا زين استاذ الشواذ شم واحد اثنان هنرح ناخذ مجموعة من الأفعال الشاذة و كل درس رح نشوف انه اكتب بعض الأفعال نضيفين على هاي الأفعال الشاذة على مود نحفظهن لان مننا للستاذ السعدادي انت المحروض حافظ تقريبا بما يقدر بمئة و ثلاثين فعل مطلوبات من عندك على طول هاي المراحل بالثاني والثالث والرابع والخامس اعدادي والسادس اعدادي الان ننتقل للملاحظة جاية ايش تقول تقول عند النفي نضع didn't او الفعل المساعد didn't انت تعرف ان didn't مختصر مال did not نضع هذا الفعل didn't وين بعد الفاعل ونرجع الفعل الرئيسي الى اصله طلاب كلش ركزوا اياه القاعدة قبل شويش قالت قالت فاعل زائد فعل ماضي زائد تكمله الان شي يقول لي يقول لي نضع didn't بعد الفاعل يعني هذا الفاعل ش اخلي وراه اخلي وراه didn't زائدا نرجع الفعل الرئيسي الى اصله قبل شوي قلنا الفعل شبيه فعل ماضي اما ed او شاب انان اش رح يكون رح يكون فعل مجرد خالي من اي اضافة ليش لان didn't من تجاعة جملة تاخذ صيغة الماضي من الفعل فيرجع الفعل الرئيسي الى اصله شن يعني اصله يعني فعل مجرد زائد ان تكملت الجملة هاي قاعدت النفي كمثال قل لي علي when to the cinema yesterday اولا الجملة بيا زمان استاذ الجملة بزمن الماضي شلون عرفت الجملة بزمن الماضي لقيت كلمة yesterday جيد لحد الان عرفنا زمن الجملة ماضي شي طلب من عندي كمثال يقول لي بين قوسيا negative شن negative يعني نفي تيقول لي هاي الجملة اللي قلت عليها بالماضي اريدك تسوي لياها جملة منفية شو تقول القاعدة المنفية تقول تنزل الفعل من هو الفاعل علي هذا علي نزلنا شا اخلي علي اخلي didn't زائد ان ركز ويايا ارجع الفعل الى اصله went ذهب الماضي مال شنو قبل شوية قلنا الماضي مال go اذا ارجع go زائد ان تكملت الجملة علي لم يذهب الى السينما البارحة بعد مثال ثاني نوها watched TV 2 hours ago همنا قل بان قوسيا negative انفي لياها شلو ننفي الجملة اولا اخلي الفاعل شنو الفاعل نوها زائد ان شا اخلي عليها اخلي didn't زائد ان ارجع الفعل الى اصله الفعل هنا انا بي ايدي شا اسوي اوخر ايدي ارجع الاصلها فالصير watch زائد ان تكملت الجملة TV 2 hours ago انها لم تشاهد التلفاز قبل ساعتين او قبل ساعتين ماضت هذا ما يخص القاعدة المنفية ما الماضة البسيط وراها عند الاستفام زائد ان القاعدة الاستفام هي اش تسوي نفس الطريقة نخلي did وين قبل الفاعل نقدمه على الفاعل فشن رح اصير قاعدة الجملة تكون كالاتي اخلي did زائد فاعل زائد ان انا همينا ونرجع الفعل الرئيسي شنو الى اصلا يعني الفعل لازم شيكون يكون مجرد زائد ان تكمله ولا تنسون علامة الاستفام كمثال قل لي علي وين تذى السينما يستردي علي ذهب الى السينما البارحة رش قل لي قل لي كوستشن شن يعني كوستشن يعني سؤال يعني هاي الجملة اريدك تسوي ليهاها جملة استفامية شا تقول قاعدة الاستفامية ما الماضي البسيط اوقف استاذ شمدريك ماضي بسيط لان لقيت يستردي ما يحتاج بعد اذكرها هواي ماضي بسيط القاعدة الاستفامية شا تقول تقول دد انخلت زائد فاعل شنو الفاعل علي زائد الفعل مجرد شنو الفعل وينت وينت الماضي ما لشنو ما لقو ارجع على لقو دد علي زائد التكملة to the cinema yesterday ولا تنسون علامة الاستفهام هل ذهب علي الى السينما البارحة اصبحت جملة استفهامية بزمان الماضي البسيط وراها شي يقول لي يقول لي ملاحظة مهمة جدا نركز ويايا اذا كان فعل الرئيسي هو الفعل الكينون بي مرات بمكان ما يجيب لي فعل عادي يخلي لي بأن قوسيا بي يتحول الى was aware يعني هنا نتمن نقدر نقول عن نشاط go صار went بي شصير اصير اما was aware يعني تتحول اثنين استاذ شوك تحول هو وشوك تحول هو where هذه سهلة ه اذا كان الفاعل ه او ش او ات اخلي هو واذا كان الفاعل they او و او اخلي لها where ما افتهم استاذ شون يعني يعني جاب لي هاي الجملة شنطان الفعل امطان الفعل بي شو تقول القاعدة فاعل زاعدا فاعل ماضي شنو الفاعل الفاعل i الماضي ما بي شنو اما was aware تاخذ was لو where تاخذ was زاعدا تكمله ما جملة late last night علي كان متأخرا ليلة البارحة مثال اخر قلي they be at home last week ركز ايا ش عدي last دليل ماضي صح شو تقول قاعدة الماضي فاعل اللي هو they زاعدا فعل ماضي بي الماضي مات شنو اما was aware شخلي هنان خلي where لان they تاخذ where جمع زاعدا التكملة they were at home last week لقد كانوا في المنزل الأسبوع الماضي هذا ما يخص القاعدة المثبتة المنفية والاستفامية مع الماضي البسيط الان ننتقل الى ملاحظة اخيرة قبل ما ننتقل للصيغة اللي ممكن تجين بها بالامتحان بعض الاحيان ما يمطيني ضروف دال على الزمن زين استاذ انا اعرف اذا لم يعطي او في حال عدم وجود ضروف دال على هذا الزمن في الجملة يمكن نا معرفته اذا كان الفعل ماضي سواء كان يحمل ايدي او كان شار يعني شون استاذ يعني مثلا اجاب لك جملة he passed the exam هي تجاب لها بالامتحان استاذ ما لقي الظرف بالجملة اذا ما لقي الظرف شون نعرف الجملة بالماضي بما ان الفعل ماضي به ايدي اقول هاي الجملة بالماضي هاي بسيطة الان ننتقل للصيغ اللي خلنا نراجع الموضوع بشكل سريع اولا انا دائما هاي طريقتي اكو خطوتين للحل اولا نحدد زمن الجملة وراها نحدد القاعدة نجيهن واحدة وحدة شون نحدد زمن الجملة استاذ شون نعرف ان هاي جملة ماضي اذا لقي it last yesterday ago هذن الكلمات هذن لقي تن بالجملة قول الجملة ماضي بسيط وراها نحدد القاعدة شون يا استاذ نحدد القاعدة نحدد ها اذا كانت مثبت او نفي او استفهام زين شون احدد اذا كانت مثبت او نفي او استفهام اذا لقيت بالجملة كلمة question معناها يريد نطبق القاعدة الاستفهامية او مرات ينطيني فقط علامة سؤال اذا لقيت بالجملة negative نفي او مرات ينطيني فقط كلمة not اطبق القاعدة المنفية اذا ما لقيت لا ذني ولا ذني اطبق القاعدة المثبتة شون القاعدة المنفية شون القاعدة الاستفهامية نجي نراجعه اولا القاعدة المثبتة شو تقول تقول فاعل زايدا فعل ماضي زايدا تكملة الجملة نفية نخلي بعد الفاعل فيصير فاعل زايدا زايدا نرجع الفعل الرئيسي الى اصل فعل شنو مجرد زايدا التكملة الاستفهام شو تقول تقول زايدا فاعل زايدا فعل مجرد زايدا تكملة الجملة لو تنسونا علامة الاستفهام الان نجي نطبق كمثال قل لي احمد helped his father yesterday قطوتين للحل اولا نحدد زمن الجملة الجملة بيال زمن استاذ زمن الماضي شلون اعرفت من خلال كلمة يستردي عاشت ايدك هسا اعرفنا زمن الجملة وراه يا قاعدة راح اطبق من قواعد الماضي البسيط مثبت نفي استفهام اجي اش قل لي بين قوسيان قل لي negative يعني يا قاعدة راح اطبق القاعدة المنفية شو تقول القاعدة المنفية تقول فاعل didn't وفعل مجرد شنو الفاعل الفاعل احمد شا خلي له اخلي له didn't زائدا فعل مجرد الهيلب شفيها بها ايدي اوخر الايدي يرجعها مجرد help زائدا تكمله his father yesterday العلي لم يساعد ابوه البارحة اصبحت الجملة منفية مثال اخر قل لي فاروق be in the north of iraq last month قل لي correct the verb صحح الفعل اولا نفس الطريقة الجملة بها زمان استاذ ماضي شلون عرفيت من خلال كلمة last عاشت ايدك يا قاعدة من قواعد الماضي استاذ القاعدة المثبتة شلون عرفت القاعدة المثبتة استاذ دورت ما لقيت لا علامة سؤال لا لقيت كلمة question لا لقيت note لا لقيت negative اذا ما رح اطبق لا للاستفهمية ولا للمنفية شو بقى تعدي فقط القاعدة المثبتة شو تقول زائدا فعل ماضي اوقف استاذ شن الماضي مال بي حذي عرفناها الماضي مال بي اما was aware فاروق ياخذ was aware فاروق مفرد يعتبر he فاخلي الى was زائدا التكملة in the north of Iraq last month فاروق كان في شمال العراق الشهر الماضي مثال اخر my mother be in basura last month اجي جملة بها زمان ماضي شلون عرفيت من خلال كلمة last يا قاعدة من قواعد الماضي مثبتة ليش لان ما لقيت لا question لا علامة السؤال لا note لا negative شو تقول قاعدة المثبتة فاعل شنو الفاعل my mother زائدا فعل ماضي شن الماضي مال بي همينا اما was aware ماذا تعتبر she الشيش تاخذ was لو where تاخذ was زائدا التكملة my mother was in basura last month امي كانت في البصرة الشهر الماضي مثال اخر the audience stayed very quiet اش قل لي بين قوسين قل لي negative ان انا يعني شيريد اطبق القاعدة المنفية og of start اتقلت القاعدة المنفية بس يا زمن اول شي لازم نحدد الزمن دورت ما لقيت دلائل بس لقيت شنو لقيت ايدي الفعل ماضي اذا ماضي بسيط زين اذا ماضي بسيط قاعدة المنفية شو تقول تقول فاعل شنو الفاعل the audience الجمهور زائدا didn't احنا زلت didn't زائدا فعل مجرد الفعل وينه stayed شنو بي ايدي لازم شنو رجع على الاصلة stay زائدا التكملة very quiet لم يبقى الجمهور هادين طبعا ملاحظة لن نلأمثلة امثلة ما ثالث متوسط اذا افتهمتهم معناها انت افتهمت الموضوع وحتى رح يفيدك هذا الموضوع بالثالث متوسط لان ذننا كلهم امثلة وزارية ما الثالث متوسط هي نفس الفكرة بالثاني وبالثالث متوسط ان الماضي البسيط موجود بالأول والثاني والثالث متوسط بالثاني متوسط متعمقين به شوية اكثر بالقاعدة المثبتة والمنفية والاستفامية وبتحويل البي الى وزوير في زمن الماضي البسيط مثال اخير ايش قال لي ديلي I see him an hour ago الجملة بيا زمن جملة بزمن الماضي شنو اعرفت من خلال كلمة ago يا قاعدة من قاعد الماضي مثبت ليش مثبت لان ما لك الذن دلائل فأجي اطبق قاعدة المثبت شتقول فاعل شنو الفاعل I زادا فعل ماضي السي الماضي ماتت شنو ماضي يسو هذا شاد زادا التكملة him I saw him an hour ago زادا التكملة رأيته قبل ساعة هذا ما يخص الصيغة اللي ممكن تجيني بها بالامتحان موضوع الماضي البسيط شرحنا القاعدة المثبتة من في الاستفهامية الخاصة بي حال تكتبون هاي الملاحظات بالدفتة وتحفظوها لانها مهمة جدا بالامتحان التحريري الان ننتقل إلى زمن آخر اللي هو الماضي المستمر شنو الماضي المستمر طبعا قبل شو يقلنا الماضي البسيط هو حدث وقع وانتهى في الماضي الماضي المستمر هو زمن يستخدم للتعبير عن حدث وقع في الماضي وبقي مستمرا لفترة معينة ركزوا يا ايا الماضي البسيط مثلا قلت I went to the cinema ذهبت إلى السينما هذا حدث وقع وانتهى في الماضي اما الماضي المستمر شتقول مثلا The boy was playing football الولد كان يلعب كرة القدم لعب الولد لكرة القدم صار بالماضي لكن استمر لفترة معينة ماذا يدلائل هذا الزمن هذا الزمن لا يدلائل لذلك يجب أن أعرف صيغة الزمن أما يقول لي بأنقوسي بصريحة العبارة يقول لي past continuous ماضي مستمر أو يجب أن ينطيني جملة بها was أو where زائد انفعل بing إذا لقيت هذه الشرطين معناها أن الجملة ماضي مستمر الآن ماذا قاعدت الماضي المستمر يقول إذا كان الفاعل he أو she أو it أو I أو ما يعوض عنهم شن يعني يعوض عنهم اللي هي عوضني عن المذكر علي أحمد الشي تعوضني عن المؤنث مناسها والإت عوضني عن الغير عاقل نضع الفعل للمساعد شنو was نفس ما أخذنا بمال بسيط أما إذا كان الفاعل they أو we أو you أو ما يعوض عنهم نأخذ الفعل المساعد where ثم فعل يحمل ing وكما في القاعدة التالية حاول تحفظ هذه القاعدة شو تقول القاعدة؟ تقول فاعل زاعدا زاعدا أما was أو where أعرفنا شوق نخلي الwas شوق نخلي الwhere زاعدا فعل شبي فعل يحمل ing شكوا زمن مستمر مضارع مستمر ماضي مستمر مضارعتان مستمر إلى آخرهم الفعل ما التشبيه لازم يحمل ing زاعدا التكملة هذه القاعدة بحالة المثبت ما افتهمت أستاذي شون يعني؟ ركزوا إيايا كمثال جاب لي بالامتحان هذا المثال ماذا قال لي؟ قال لي I wait for you هي جاب لي بالامتحان ماذا قال لي بين قوسين؟ قال لي بصريحة العبارة قال لي هاي الجملة أريدها بال past continuous شنو past continuous؟ ماضي مستمر نجي نحل أولا شنو قاعدت الماضي المستمر؟ فاعل هذا الفاعل اللي هو ال I ال I ياخذ was lower ياخذ was أخلي ال was زاعدا الفعل اللي يمطي نيابي عن أقواس ال wait شا أخلي له أخلي له ING زاعدا التكملة for you كنت بانتظارك هنا صارت جملة بالماضي المستمر حدث الانتظار حدث في الماضي واستمر لفترة معينة هنا لازم نتعرف على شغلة أنه أنا شنو أضيف ال ING هذا موضوع متعلق بالاملاء لازم أعرف أضيف ING للفعل بطريقة صحيحة يعني إذا الفعل انتهى ب E لازم أعرف أن هذا ال E يحذف عند إضافة ال ING شون يا أستاذ ما افتهمت كمثال الفعل give انتهى ب E أرد أضيف ال ING أحذف ال E وأضيف ING يصير giving hide أحذف ال E وأضيف ING hide تفيدكم على مولة تكون إضافتك لل ING للفعل تكون صحيحة الفعل المنتهي بحرف صحيح 1 قبل علة 1 نضاعف الحرف الأخير ثم نضيف ING كمثال ران انتهى ب صحيح قبل علة شنسوي هذا الحرف الأخير نضاعفه سوي مرتين ونضيف له ING كذلك صحيح قبل علة نضاعف الحرف الأخير اللي هو حرف T ونضيف ING بعد الحرف Y لا يقلب ويبقى كما هو ونضيف ING طلاب انتو ماخذين بإضافة ED ال Y يقلب إلى I يلا نضيف ED لكن بال ING ما يقلب مثلا الفعل play شنسوي إذا ما نقلب ال Y فقط نضيف ING play كذلك فقط نضيف ING مثلا study همنا ما يقلب فقط نضيف ING هذه ملاحظة دائما الطلاب يوقعون بيها يحاولون ال Y إلى I يلا يضيفون ING وهذا الشيء خاطئ بعض الأفعال شاذة ويجب حفظها وهي كالتالي هذه مهمة die انتهى ب Y هذه تقلب إلى Y ونضيف ING die dying كذلك lie تقلب إلى Y ونضيف ING tie تقلب إلى Y ونضيف ING فعال شاذة حاولوا تحفظوهن هذه ملاحظات إضافة ال ING لازم نأخذها لما نضيف ING للفعل تكون إضافة بشكل صحيح وما بها أخطاء ملاعية الآن أخذنا إحنا القاعدة المثبتة إذا تذكروها تقول فاعل زائدا أما was aware زائدا فعل شنو يحمل ING زائدا هاي ش سميناها؟ سميناها القاعدة المثبتة ركزوا يا طلاب وراها القاعدة المنفية شو تقول القاعدة المنفية؟ تقول نضيف NOT للفعل المساعد was aware فاش راح تصير القاعدة فاعل زائدا was aware زائدا not زائدا فعل يحمل ING أي القاعدة المنفية القاعدة الاستفهامية نخلي الwas أو الware في بداية الجملة ومن ثم فاعل ومن ثم فعل يحمل ING زاعدا تكمل ولا تنسون علامة السؤال هذه القاعدة المنفية وهذه القاعدة الاستفهامية ركزوا يا طلاب هذن القواعد الثلاثة لازم تحفظوها شون أعرفه ماضي مستمر؟ إذا قلب صريحة العبارة بأن قوسيا past continuous ماضي مستمر شون أعرفه قاعدة مثبتة أو منفية واستفهامية إذا لقيت question أو علامة سؤال أطبق القاعدة الاستفهامية إذا لقيت negative أو not أطبق القاعدة المنفية إذا ما لقيت ذن كلهن أطبق القاعدة المثبتة مثل ما أخذنا بزمن الماضي البسيط الآن حاولوا تأخذون لقطة شاشة أو تكتبون هاي الملاحظات بالدفتر وتتبعون شون رح نجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنا ركزوا يا طلاب كمثال إش قل لي؟ قل لي we have dinner هاي الجملة قل لي يريدك تطبق لي عليها past continuous استاد طهش قال شنوه past continuous ماضي مستمر زيان هو حددني بصريحة العبارة قل لي ماضي مستمر شو تقول قاعدة الماضي المستمر خلنا نتذكرها فاعل زايدا أما was aware زايدا فعل يحمل ing هاي قاعدة قاعدة المثبت هو يريدنا قاعدة مثبتة لمن فيها لا استفهامية استاد قاعدة مثبتة شون عرفت مثبتة؟ لان ما لقيت لا question لا علامة سؤال لا negative ولا not شو تقول القاعدة المثبتة؟ فاعل شنو الفاعل we زايدا أما was aware الweش تاخذ was aware تاخذ where زايدا فعل يحمل ing الweش راح تصير having لكن انتهى بإيه تحذف عند إضافة ing having زايدا التكملة اللي هي dinner كنا نحظى بوجبة عشاء مثال آخر i drive the car very fast قل لي past continuous نفس الطريقة هم قل لي بصريحة العبارة قل لي ريد ماضي مستمر يا قاعدة مثبتة شو تقول قاعدة المثبتة؟ فاعل شنو الفاعل؟ i شي ياخذ؟ was i زايدا was زايدا فعل يحمل ing شنو الفعل؟ drive بما عند انتهى بيه تحذف وضيف ing i was driving the car very fast زايدا التكملة كنت أقود السيارة بسرعة مثال آخر the dog was running question هنا أنا مركز ويا يطلع كلش أولا الجملة ما قل لي past continuous قل لي بس question ما يعني؟ يعني السؤال طبق للقاعدة الاستفهامية بس استاذ القاعدة الاستفهامية ما الماضي البسيط ما الماضي المستمر شلون أعرفاني؟ ما قلت لكم قبل شوية ملاحظة؟ قلت لكم ذلك was aware وها فعلي أحمل ing معناها هاي الجملة ماضي مستمر ما طول بها ing was aware معناها ماضي مستمر جيد نحن حددنا الزمن بس بها قاعدة بقاعدة السؤال ما تقول قاعدة السؤال إذا تذكرون was aware زائدا فاعل زائدا فعل يحمل ing زائدا تكمله بعلامة السؤال ماذا أخلي was aware هو أصلا من طين was أشيلة أخلي بالبداية was زائدا الفاعل the dog زائدا فعل ing running زائدا التكمله اللي بقى تأدي اللي هي fast was the dog running fast هل كان الكلب يركض بسرعة مثال آخر what you do in the factory ركزوا يا ايا همنا قل لي past continuous ماضي مستمر بس بها قاعدة قاعدة الاستفهام استاذ شون عرفت لقيت علامة سؤال كالعادة إذا لقيت علامة سؤال أو كلمة question معناها يريد أن أطبق القاعدة الاستفهامية يا زمن بالماضي المستمر شا تقول القاعدة was aware استاذ شا خلي was aware الفاعل ما تتكشنوه you شا تخلي لل you تخلي where where زائدا الفاعل شنوه you زائدا فعل يحمل ing الدوش رح أخلي لها خليها ing زائدا التكملة in the factory زائدا علامة الاستفهام لا تنسوها استاذ will what ال what إذا تريد تنزلها لازم تنزلها بداية الجملة ليش لأن دائما عداة السؤال تسبق الفعل المساعد what were you doing in the factory ماذا كنت تفعل في المصنع مثال آخر اش قل لي قل لي هدا note right past continuous أولا جملة يا زمان ماضي مستمر شلون عرفت ماضي مستمر هو قل لي بصريحة العبارة past continuous يا قاعدة من قواعد الماضي المستمر القاعدة المنفية شلون عرفت من خلال كلمة note اوقف استاذ شنو القاعدة المنفية تقول فاعل زائدا was aware زائدا note زائدا فعل يحمل ing زائدا التكملة شون نجي نطبق الفاعل شنو الفاعل هدا انزل هدا شهداش تاخذ was lower مفرد تاخذ was زائدا note تقدرون تختصروها صير wasn't زائدا فعل يحمل ing writing زائدا التكملة الاتار لم تكنسوها تكتب رسالة هذا ما يخص موضوع الماضي المستمر تعرفنا على القاعدة المثبتة المنفية الاستفهامية شون يجينا بالامتحان شون نجاوب عنه صياغ الثلاثة ما المثبت والنفي والاستفهام وشون نقدر نتعامل وياها نحاول تكتبون هذه الملاحظات بالدفتر كذلك هذا الموضوع يعتبر موضوع مهم جدا بالامتحان التحريري الآن ننتقل لكتاب النشاط يقول لي منطيني ملاحظة reading tip ملاحظة للقراءة نتعامل 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 الضمائر الرئيسية هي she he it they them ركزوا شي يقول لي يقول لي pronومات she he it الضمائر ه she it they 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 there are very useful words كلمات مهمة we can use them instead of repeating nouns يمكننا أن نستخدم هذه الضمائر بدلا من اسمه المعادة ما افتهمت ستايشون يعني هو من طين المثال قال لي أبي ذهب إلى المحل في الزاوية أو في الركن هو من هو هو أبويا شون عرفته بما أنه أبويا مفرد مذكر أقدر أعوض عن المفرد المذكر بالضمير يقول لك أنا أحسن ما أقول ما يفادر ما يفادر ورجع أقول مرة ثالثة ما يفادر بمكان ما أقول ما يفادر أكثر من مرة أعيد أو أكرر بالاسم أضيف ضمير مناسب لهذا الشخص اللي نذكر بداية الجملة يعوض عنه هاي الفكرة من الضمائر الآن رح نجي نشرحها بشكل مفصل أكثر باللغة العربية يمكننا أن نعوض عن الأسماء بضمائر حيث نستخدم هي للتعويض عن الاسم المذكر شي عن المؤنث إلى آخر هاي ما أخليها من الابتدائية وعدناها بالأول المتوسط الآن نأخذ هو نفس المثال اللي نطاني قل لي ماي فاذر وانتو ذي شوب وفذ كورنر شوف هنا أنا ماي فاذر أبي أعوض عنه بيا ضمير بما أنه مفرد مذكر أعوض عنه بالضمير هاي فنلاحظ أن الهي عوضتني عن الفاذر في الجملة الأولى وهنا يجب حفظ ضمائر الفاعل ركزوا إياي ام لا أن لازم تعرف ضمائر الفاعل سبعة طلاب نصيحتي من أنا للسادة السعداتي أنت لازم حافظ ضمائر الفاعل لأن بكل مرحلة رح تمر بها الأستاذ رح يسير لك شن الهي تقول له هذا فاعل ضمير عوضني عن المفرد المذكر يقول لك شن الذاي شن الوي شن الات إلى آخر لازم تعرف ضمائر الفاعل ويجب حفظ معانيها واملاحها أولا الهي تعوضني عن المفرد المذكر أو المذكر المفرد مثلا علي مفرد مذكر بوي ولد مفرد مذكر teacher مدرس مفرد مذكر father اب مفرد مذكر إلى آخر الشي شن معناها تعوضني عن المفرد المؤنث مثل مناء nurse الممرضة سستر الأخت mother الأم ذني مفرد مؤنث إلي شن معناها معناها هو أو هي لكن شنه لغير العاقل المفرد مثلا كات قطة دود كلبة جلكم الله كرسي كار سيارة الى اخره الذين معناها هم وتعوض عن الجمع ركزوا ايايا بدون المتكلم يعني انا احكي عن مجموعة اشخاص ذول الاشخاص انا مو من ضمنهم فاعوض عنهم بالضمير ذي علي انا بنا لا من ضمن علي ولا من ضمن منا علي ومنا صاروا جمع اعوض عنهم بالضمير ذي the boys الاولاد انا مو من ضمنهم اعوض عنهم بالضمير ذي the cats القطر شوف هنانا من مو كن الجمع الغير عاقل هم من اعوض عنه بالضمير ذي بعد الوي نحن شعب شن الفرق هم من تستخدم للجمع لكن شنو مع المتكلم شون يا نستاذ مثلا علي أنا وعلي صرنا اثنين جمع واني من ضمن ذول الجمع فبما انه المتكلم من ضمن الجمع عوض عنه بالضمير my brother and I اخي وانا انا واخوي صرنا جمع واني من ضمن هاي الجمع اعوض عنه بالضمير وي with there معناه هناك ويعوض عنه اسم المكان ركزوا لي مثلا school مدرسة سينما كافة مقهى مول مجمع الى آخره زين استاذ حفظناها لتطلبوا سمع لنا من حفظ الملاقهن ومعانيهن حفظناها شين المطلوب من عندي او شون يجينا بالامتحان ركزوا ياي تجيك بيحدة الصيغة التالية كمثال قل لي boy اعوض عنه به زين الكات اعوض عنها بشنو انت لازم تعرف ان الكات اعوض عنها بالضمير it خب سهل لحد الآن مثال آخر قل لي cat it كات عوض عنها بالضمير it علي and I انا وعلي انا عوض عنه بيا ضمير هو جمع لحد الآن اذا نعوض عنه اما بthey اوي اسأل نفسي انا وعلي انا من ضمنهم نعم من ضمنهم اذا مع المتكلم we اذا بدون المتكلم they بعد او تجيين بسؤال القواعد قل لي my sister and I are visiting grandparents next week انا واختي راح نزور جدتنا او اجدادنا الاسبوع المقبل اش قل لي فراغ can't wait to see them فراغ لا يمكن الانتظار لرؤيتهم اش قل لي ركز لي كل شي هنا اش قل لي subject pronoun اريدك تنطيني ضمير فاعل مناسب اوقف استاب عسب شنو بداية الجملة الاولى ش من طيني قل لي my sister and I انا واختي انا واختي اعاوض عننا بيان ضمير احنا جمع وانا جمع من ضمن المتكلم فاعاوض عننا بالضمير we خليه ضمير فاعل مناسب للجملة اضرب لكم مثال اخر اش قل لي قل لي كمثال my mother is a nurse هاي جاب ليها بالامتحان قل لي فراغ works in a hospital اش قل لي بين قوسيا نفس الطريقة هم قل لي subject pronoun خليلي ضمير مناسب للجملة ضمير فاعل مناسب للجملة الجملة بدأت بشنو بدأت بmy mother امي امي اعاوض عنها بيان ضمير ضمير الشي مفرد مؤنث فاعاوض عنها بالضمير شي اكتب ضمير فاعل مناسب للجملة اللي هو الشي هذا ما يخص الموضوع ضمائر الفاعل يجيني اما على شكل ام لا بهاي الصيغة او على شكل قواعن بهاي الصيغة حاوض تكتبون كذلك الملاحظات بالدفتر لانهم مهمة جدا بالامتحان التحريري الان ننتقل الى تمرين رقم واحد يقول لي find the words in the text in your student's book يجيني الكلمات في كتاب الطالب tick ضع صح to the correct meaning لمعانيها المناسبة شوف هنا منطينك كلمة embarrassed embarrassed معناها محرج منطينك لث اختيارات اختيار اول وثاني وثالث يقول لك واحد من ذنبه لث اختيارات ينطي نفس المعنى مع الكلمة محرج يعني كمثال not to feel tired معناها انت تعبان لا محرج مو معناها تعبان to feel shy انت تشعر بالخجل والسخافة نعم هذا اكثر خيار مناسب اذا نخلي صح عليها بلا خلينا نشوف الخيار الثالث to feel ill انت تشعر بالمرض لا اذا embarrassed المحرج هو اللي يشعر بالشاي يشعر بالخجل مثال اخر spilt شنه معناها spilt معناها انسكبة شنه الابارة المناسبة لهم made untidy معناها تجعله غير مرتب غير مناسبة made liquid flow out تجعل السائل يتطاير نعم الانسكبة يجعل السائل يتطاير made coffee hot تجعل القهوة حارة غير مناسبة اذا هذا الخيار الامثل لكلمة spilt المق معناها الكوب بس الكوب الكبير big cup نعم big cup معناها كوب كبير big plate وصحن كبير غير مناسب big bottle بطل كبير كده علي غير مناسب هو عبارة عن كوب كبير احنا نسميه حتى نستخدم هاي الكلمة المق الاخيرة mirror mirror للمرأة an old car هي عبارة عن سيارة قديمة اكيد غير مناسبة wall حائط غير مناسبة glass you can see in هو عبارة عن زجاجة يمكنك الرؤية من خلالها نعم هذا اكثر خيار مناسب هذا التمرين طلاب تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري يجيني مثل ما هو على شكل اختيارات منطيني كلمة يريد الكلمة المناسبة أو لطلط نفس المعنى الكلمة اللي منطيك إياها لذلك يجيني على شكل اختيارات بسؤال المفردات ننتقل الى تمرين رقم اثنين يقول لي write a story about your most embarrassing moments اكتب قصة عن اكثر لحظة محرجة بحياتك طلاب قبل ما ابدي بكتابة هذا المقطع النصي هذا التمرين هو انشاء الوحدة الاولى احنا نعرف متعودين من السادس ابتدائي لحد الان ان كل وحدة او كل يونت بانشاء انشاء الوحدة الاولى ما الثاني متوسط ما المنهج اللغة الانجليزية هو هذا الانشاء يقول لي اكتب قصة عن اكثر لحظة محرجة عندك او مرت عليك ركزوا ياها يقول لي in the paragraphs بالمقطع النصي اللي راح تكتبه sentences follow each other كل جملة تتبع الجملة الاخرى they do not begin on new lines ما نبدأ بجملة جديدة يعني مو تصير على شكل تعداد جملة جو جملة احدث تخبر قصة فجملة تكمل جملة this is a very short story هذه قصة جدا قصيرة so it needs only one paragraph لذلك لازم تخليها فقط بنقطع نصي واحد مو تسويها قصة طويلة when you finish عندما تنتهي check your punctuation حاول ان تتأكد من التنقيق مع التك الان نجي نكتب الانشاء مع الوحدة الاولى هذا الانشاء للحفظ او بعض الطلاب يقول لي لا استاذا انا نريد اكتب انشاء خاص بي همنا ما كمشكلة بس يكون انشاء مرتب اولا شي يقول لي في الاسبوع الماضي my father and i went to the mall انا وابويا ذهبنا المجمع we were looking for new laptop كنا نبحث عن لابتوب جديد for me to use it for studying نبحث عن لابتوب لي من اجل ان استخدمه للدراسة when we got to the mall عندما وصلنا الى المجمع there were cleaners كان هناك اشخاص منظفين who are washing up the floor حيث كانوا ينظفون الارضية i didn't pay attention to the floor لم انتبه الى الارضية that was full of cleaning gel التي كانت مليئة بسائل التنظيف او بجل التنظيف so when i entered the mall لذلك عندما دخلت المجمع suddenly i slipped and fell on the floor انزلقت وسقطت على الارضية everyone was looking at me الجميع كان ينظر الي ويضحك it was very embarrassing that i nearly lied كان هذا الموقف جدا محرج كنت على وشك ان اموت من كثر الاحراج اللي مريت به هذا ما يخص انشاء الوحدة الاولى حاول تكتبه بالدفتر وتحفظوا لانه مهم جدا 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 بالامتحان التحريري ننتقل الى تمرير رقم ثلاثة شي يقول لي يقول لي read your stories aloud اقرأ القصة مالتك او قصصكم انتو الطلاب بصوت عالي ثم اختاروا افضل قصة على ما تخلوها بجريدتها ومجلة المدرسة use the language in the boxes باستخدام هذه العبارات اللي بصنده محادثة بداخل الصبين الطلاب what do you think of علي زنورا ستوري واحد يسأل الثاني يقول له شين رأيك بالقصة اللي قالها فلان علي احمد مناسوها الى اخره which story is the best يا هي افضل قصة اللي بني قاله هالطلاب فانت لما تريد تبطي رأيك تقول له I think that اعتقد بانه علي زنورا ستوري او نورا زنوري اعتقد بان قصة علي قصة نورا الى اخره best افضل شيء funniest اكثر واحدة مضحك most interesting اكثر واحدة مثيرة الى اخره هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان الشفاوي لطلاب يحاولون يختارون افضل قصة تم ذكرها او افضل انشاء كتبه وكتبه الطلاب بداخل الصف عن مدرس شحول جريدة او مجلة المدرسة هذا كان درسنا لهذا اليوم اخذنا به موضوعا جدا جدا مهمات اللي هو الماضي البسيط والماضي المستمر القواعد المثبتة والمنفية والاستفامية شلون نقدر نتعرف عليها شلون يجلنا بالامتحان شلون نقدر نجاوب عنها وبداية الدرس اخذنا قصة او قصتين يطلب من عندي نرتبهم بالترتيب الصحيح شلنا مرتبهم اصلا مسبقا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان الشفاوي ولاحظنا انه معظم تمارين كتاب النشاط انشط صفية مع عدد تمارين اللي ينطيني به هالكلمة ويطلب من عندي اني اتعرف على الاختيار المناسب للكلمة بالاضافة الى انشاعر الوحدة الاولى اللي موجود بهذا الدرس ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو اي سؤال او استفسار او ضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة وانكم على الشاشة اشتركوا في القناة